الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسي مانويل الباريس حيث ثمن الرئيس السيسي المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة في مقدماتها القضية الفلسطينية هذا واتفق الجانبان على أهمية زيادة الجهود الدولية خلال المرحلة الحالية لوقف التصعيد المستمر والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية ويفتح الطريق نحو مصاري تحقيق السلام على أساس حل الدولتين كما تناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وصبل تعزيزها ودفعها إلى أفق أرحب لا سيما في مجالات الاقتصادية والإثثمارية ومن جانبه أعكد الوزير الإسباني تأييد ودعم بلاده الكامل للجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية مؤكدا محورية الدورة التي تقوم به مصر إقليميا لوقف توسع دائرة الصراع ودفع جهود إرساء السلام وتحقيق الاستقرار أكد الرئيس عبد الفتاح سيسيا الموقف المصري الداعم أو الداعي لعدم توسع دائرة الصراع بالمنطقة وضرورة وقف التصايد للحيلولة دون الإنزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات داعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب الشرق الأوسط وخلال استقباله وزير الخارجي الإيراني عباس كاراجيكي أكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين ومن جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة مشيدا بالدور المصري في ذلك الصدد على جميع المصارات كما نقل عراجيكي تحيات وتقدير الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان للرئيس السيسي وهو ما ثمنه الرئيس السيسي وتم الاتفاقي على أهمية استمرار المصاري الحالي لاستكشاف أفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الوقت قد حان للمضي قدما بعد مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأضف بايدن أن ذلك التطور زاد من أماله تجاه أفاق وقف إطلاق النار مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب وعادة الرخائن المحتجزين في غزة إلى منازلهم قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إن الجميع تقريبا في قطاع غزة يتدورون جوعا هذا ووضع إنساني غير إنساني ودع أدهانوم إلى إيصال فوري لمساعدة الإنساني إلى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذين يحتاجون إلى علاج عاجل مجددا دعوته لوقف إطلاق النار أعلن حزب الله اللبناني إطلاق مرحلة جديدة وتصعودية في المواجهة مع إسرائيل مؤكدا للمرة الأولى استخدام صواريخ دقيقة لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال إسرائيل وجاء في بيان للحزب أن عناصره يستهدفون تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواقع والتكنات العسكرية على طول الحدود وأيضا في المستوطنات والمدن المحتلة في الشمال باستخدام مختلف أنواع الصواريخ استقبل المصشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وفد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموية وخلال اللقاء شهد وزير الشؤون النيابية بالدور الحيوي الذي يلعبه التحالف الوطني في تعزيز التضامن المجتمعي معكدا على أن التحالف يمثل نموذجا جديدا للتكامل بين أبناء الوطن حيث نجح في الوصول إلى الفئة الأولى بالرعاية في جميع المحافظات دون استثناء ومن خلال مبادرات ومساعدات شملت كافة فئات المجتمع المصري بمختلف المجالات كما أشهد الوزير بالدور المحوري الذي يلعبه التحالف في دم دعم الأشقاء في السودان وفلسطين خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها أكد حاكم الشارق الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على مكانة مصر الرفيعة في قلبه موضحا أن مصر كانت ولا تزال جزءا كبيرا من تشكيل هويته الشخصية والفكرية وعقب تسلمه جائزة نين للمبدعين العرب من وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أشهد القاسمي بالجهود المردولة تحت القيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا إلى التحديات التي تواجهها مصر من مختلف الجهات وأكد أن مصر تسير في الطريقة السليم وهي الملاذ الآمن لنا جميعا